كنوصلوا معكم في موضوع تشتت الانتباه معه أو بدون فرط النشاط الحركي الأسباب دياله ونعكاسات دياله طبعا كيف عودناكم قبل ما نختموا الحلقة نصائح اللي غنحاولوا نتقاسموها معاكم لكيفية التعامل أو تقنيات التعامل مع الوليدات اللي عندهم تشتت الانتباه صوفيا شميشا كنذكر أخصائية في العلاج الحسي الحركي إذن شنو خصن بيرو مع هدلوليدات لمستوى البيت والمدرسة أيضا نصيحة كل أطور التربوية التعليمية لكحيهم بالمناسبة دكو أول حاجة بنسبة الأطفال اللي كيكونوا أصغر سنا أو لحتى الكبار نحاولوا ما أمكن أننا ننقلوا الإكسبوزيشون أو للشاشة هذا كدروري نقلوا ما أمكنه نديروا واحد يعني القوانين في البيت اللي ما تخريش أن الطفل دالي النهار وما طالي يكون إكسبوزيو لمعارض لهذه الشاشة هذه لأنها كتزيد من الحداد للتشتت الانتباه الثاني حاجة نحاولوا أنا نقسموا ليتاش أو لا ماشي الأنشطة اللي غادي نقول لي يديرهم يديرهم في دقة واحدة خلص ضروري يكون يعني السؤال دالي واضح وفي نفس الوقت يكون ذاك شي مقسم باش أنت في الدالي يعطيك كل حاجة الحاقة دالها ما يبقاش عنده يعني كل شي مداخل في بعضياته بس كل سنو غادي ولي عنده أي حاجة خاصو يديره خاصو يدير كل شي في دقة واحدة وهذا شي ممكن أنه يزيد هذيك الصعوبة ديل هالتشتت الانتباه اللي كنت تكلم عليه ولا صعوبات ديل الانتباه والتركيز الثالث حاجة ممكن أنه يعني نعتمده أكثر شي على لجو أو للعب لأنه لعب واحد لغة لي موحدة عند الأطفال جانا كاملين واللي ممكن أن الوالدين واللكور اللي هو ديل التامة دروس كيف يفهمو فيها دونك إلا بغيت الطفل ديلي مثلا أنه يخدم هذيك الخاصية ديل انتباه ولا ديل تركيز أنا ندير معه ديجو ديل تركيز أو ديجو ديل لعب إما ديجو دي سوسيتي اللعب اللي هي ديل الاجتماعية أو ديجو اللي هما عاديين ديل كل نهار ممكن أنني نلعبهم معه دكو أنه كيف يفهموا بزاف وكيعونوا هذي لجو ممكن أننا مثلا لعبوا لجو ديل أندو تخوا سولاي مثلا يوحد زوج والوقت طفل ديلي يوقف يعني غير دي هذي ممكن أنه يخليه يتسنتر أكثر على جسد ديلي وأننا نتكلم على تركيز ديلي وأنه يركز على جسد ديلي ونتكلم أيضا على الحواس بس كالحواس ديالنا هي مصدر ديال تشتوت ديال الانتباه اللي كتكون عند الطفل فممكن أنني دائما نرجع للحواس ديالي نخدمهم دائما بتقنية اللعب مثلا نخذ واحد الأجزاء مثلا في العطور ونعطي للتفتلي أنه يركز مثلا في واحد العطر معين أنه يركز مع فواحد الصوت معين مثلا أي أشياء اللي هي يومية واللي غد نقول لتفتلي فقط أنه يغمض عينيه ويشوف فينا هو مصدر ديال هذيك الصوت أو لا مصدر ديال هذيك الريحة فهذا من ضمن الألعاب اللي ممكن أنه نلعبوها بطريقة ليه يومية وما غد تخش من ناحية تكلفة اللي هي كبيرة ممكن أننا أيضا نشوفوا واحد الحاجة نسمى إحنا البريين جيم أو لا جيمناستيك ديال ديماغ اللي يدروها في أغلبية ديال المختصين اللي كتساعد أكثر على كل ما هو التنفس وكل ما هو دائما الرجوع إلى الجسد لدينا أيضا كل ما يسمى بالميندفولنس أو لا يعني كشادي نقولها يعني الوعي الكبير بالجسد اللي في أيضا مراحل ديال تنفس أيضا الطفل كيتكالمة وكيتسنتر على الجسد دياله كيخلي كل ما هو مؤثرات خارجية وكيتخليها شيك تحفيز وليس كتتعلم إذن أكيد كتتعلم في نفس الوقت يعني هاتش اللي قلت في الوذر رقع الوالدين وقع الناس ديال التعلم ممكن أنهم يعرفوهم يعني يقلبوا مثلا في الانترنت يسولوا الناس كان بزاف ديال الزيجرسيس ولا بزاف ديال التمارين اللي كتساعد أو لا كتحفز الانتباه عند للطفل ولكن الحاجة المهمة في ديالشي كامل هو النوم والأكل مثلا الجانعي الطفل اللي هو عيان را مستحيل أنه ينتابع أو لا أنه يركز أو للطفل ما واكلش أو لعنده فقر في شي حاجة أو لعنده واحد لكارنس في واحد الحاجة فمن ناحية ديالأكل رتاهيك كتحفز وظائف الدماغ باش أنها يكون عندها واحد الانتباه ومن بعد واحد تركيز اللي هو جيد الهدوء أيضا داخل البيت أكيد الهدوء في الداخل البيت مهمة بزاف ويكون الطفل عنده واحد الروتين اللي تتبعوا لأنه كل ما كان عندي واحد الروتين واحد تنظيم طفل ديالي كيكون عنده الخصائص بأنه يكون مرتب وأورغانيزي وهذا الشي اللي كيسم أيضا في كل ما هو تركيز وانتباه شكرا لك سوفيا شميشا كنذكر أخي سائيا في العلاج الحسي الحركي وطبعا هذي مجموعة ديالتقنيات باش نعاونوا الوليدات اللي كيعاني ومن تشتوط الانتباه أصوات